وخلال كلمته بالدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني المنعقد في توكيو طالب أحمد أبو الغيط بضرورة التفكير في أليات توسيع الشراكة العربية اليابانية لتشمل مجالات جديدة كاستخدام التكنولوجيا لمجابهة التغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث والنقل الذكي والسياحة وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي والإسكان الذكي والتعليم هذا وأشار أبو الغيط إلى أن جامعة الدول العربية مستعدة لمناقشة وتنفيذ الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز دور هذا المنتدى بالتعاون مع المنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة وكافة الشركاء العرب واليابانيين